قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 أنه بيلزم زي قانون حماية الأصار اللي عنده حجة أو أسيقة أو مخطوط عمراء لهذا بيهتقدم به لدار ويحصل على التعويض المناسب وفيه الشق التاني أنه بيبقى حد هو عنده مثلا نسخة من نصحف قديم بتاع جده وعنده نسخة من كتاب قديم مثلا من القرن 19 فبييجي للدار حقيقة في خلال التواجد في الدار وكمسؤول عنها الناس أغلبها بييجي للإهداء يعني بيجوا لنا عندي دي وعايز أهديها للدار مجانا؟ مجانا ومن حق أنه إحنا نقوله أنت بنعرض على مجلس الإدارة بحكم القانون المؤسس ومن حق يحصل على تعويض الغالبية بيقول لا ده أنا جايبها عشان أحافظ عليها لأن عليها خط جدية فأنا عايزه يحفظ للزمن ودي اللي أنا بسميها كآثاري الجين المصري المحب للحفاظ على القديم وهذا ما حفظ لمصر وآثارها من أصورها المختلف أجدادنا كانوا زينا بيحبوا الحاجة ويحفظوا حفظوا عليها أصبح لدينا الآن جيل من الأساتزة الدكاترة اللي يتعلموا بره ومرسوا العمل في الداخل لترميم كافة المواد التراثية والأسرية لأننا بنتعامل مع هذه المقتنيات على أنها باتريا على أنها مادة حزف، خشب، عاج، رق، كاغد، ورق، ومائل هذا حجر، فكل مبنى دا دي طريقة كل مادة من اللي قلتها دياً لها طريق التدخل وطريقة تعاون معي في الترميم طلبة المجسد الدكتورات دول متوجدين على طول وكمان بنستقبل للطلاب أجانب يعني مش بس مصريين عرب وأجانب يوم موجودين أول عناصر الحفاظ هي معرفة القيمة أيوه لما نعرف قيمة الشيء هنعرف نحفظ عليه يعني بالفاليو بتاعه عالي بالنسبالي لن أمصه حتى الأجيال الجديدة يعني تعلم ماذا تملك مصر يعني؟ مصر تملك الكثير والكثير والكثير أينما وضعنا أيدينا سنجد تراث أينما وضعنا أيدينا سنجد أسعار حتى في أحياءنا إلى حد مال حديثة في مصر الجديد عندنا أصل برون عندنا البازيلكة معايز زيفة يعني هذه البلد ليست ولدة بالخبرات والعقليات ولكنها ولدة بالتراث بيشوفوا عملية الترميم الخاصة بالوسائق وعملية الترميم الخاصة بالكتب والمجلدات والمخطوطات عندنا برنامج تدريبي مستمر طول السنة لطلاب الجماعات والمعاهد المتخصصة في علم الوثائق والمكتبات والمعلومات بيجوا عندنا بيشوفوا عملية الرقمانة بيتم إزاي بيشوفوا برضو المختنئات الجديدة اللي جاية إزاي بيتم تراتب وزاي بيتم رقمانيتها وزاي بيتم تسجيلها أنا عندي مجموعة رائعة من المصاحف المملكية المسجلعة في اليونسكو وعندنا مجموعة من المخطوطات بتشمل علوم وفنون مختلفة منها ما يسمى باسم المينياتير أو المخطوطات المزوقة بالتصوير التصوير فارسية والتصوير تركية ومنها المصور الإيراني المشهور الفارس المشهور بهزاة أي مؤلف أو دار نشر بيكتب عنده كتاب عايز ينشره بيجي لنا علشان ياخد حاجة اسمها رقم الإداعة رقم الإداعة ده هو حفظ حقوق المكاة الفكرية للمؤلف وللدار القانون بيلزمه أنه يسلم على الأقل خمس نسخ من هذا الكتاب في دار الكتب اللي يتفاص به ضمن رصيدها وده دي رسالة طبعا لأنه إحنا هي دار حفظ التراث الثقافي والفكري والأدبي لمصر